وقع حادث مؤسف أسقط عددا من القتلى والمصابين مساء أمس بعد انفجار في مستشفى ابن الخطيب في بغداد والمخصص لاستقبال الحالات الحارجة من المصابين بفيروس كورونا وصلت ضحاياه لأكثر من ثمانين وفاء والعشرات من حالات الاختناق وسائل الإعلام المحلية أفادت بأن الحريق ناتج عن انفجار في خزان الأكسجين الرئيسي بينما نقلت وكلات أنباء عالمية عن مصادرها أن السبب كان عدم التزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين الأكسجين أما مدير الدفاع المدني فقال أن أسباب الحريق لم تتضح بشكل دقيق لكن الأسباب لم تهم العراقيين الذين يعانون ظروفا لا يحسدون عليها فاشتعلوا بالغضب بين احتجاجات في شوارع بغداد تطالب بإيقالة وزير الصحة بين واسم مستشفى ابن الخطيب وإيقالة الوزير الذي دشنه رواد وواقع التواصل مرفقا بمقاطع لرجال أطفاء يحاولون إخماد النيران بينما كان المرضى يحاولون الفرار دعونا نشاهد ترجمة نانسي قنقر من جهته عقد رئيس المجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية وجه بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى مدير الأمن والصيانة وكل المعنيين إلى حين التوصل إلى المقصرين ومحاسبتهم وتجهيز نتائج التحقيق خلال 24 ساعة كما وجه الكاظم بإعلان الحداد على أرواح ضحايا الحادث مشددا على أن الأمر لن يمر مرور الكرام وباستجابة للمطالب الشعبية قرر رئيس مجلس الوزراء توقيف وزير الصحة العراقي عن العمل وإحالته للتحقيق بالإضافة لتوقيف محافظة بغداد عن العمل ومدير صحة الرصافة وإحالتهما للتحقيق أيضا في هذا الإطار أنتقل معكم إلى التغريدات حيث تفاعل الشارع العراقي والعربي مع الحادث الأليم سنبدأ مع مصطفى الذي نشر هذه الصورة وكتب مغردا ماذا نشر مصطفى نشر هذه الصورة ترونها بشكل واضح كتب فيها من يتحمل مسؤولية مستشفى بن الخطيب هكذا التعامل مع قنان الأكسجين التي تعتبر قناب الموقوتة وبسببها الثلاجة امتلأت بالشهداء أيضا علي علق قائلا يعني لا بالبيت ولا بالشارع ولا بالمستشفى تقدرون تحموننا زين شنو شغلكم كحكومة مستشفى بن الخطيب هذا تطور مأساوي لكن استجابة رئيس الوزراء كانت قوية أمام كل دعوات مرتدي سوشال ميديا وغيرهم أيضا معي من أربيل الناشط السياسي السيد عمر فاروق أهلا بك سيد عمر معنا على سكانيوز عربية في منصات مأساة كبيرة حدثت في بغداد الجميع يتحدث عنها صورها الحزينة كل مكان لكن رئيس الوزراء يعني أشفى بعضا من الصدور ببعض التوجيهات الموجودة اليوم كيف نظر الشارع العراق لما حدث كيف نظر أبناء العراق لهذه المأساة الكبيرة أهلا بيك أستاذ وشكرا لكم على هذه الاستضافة وتحية طيبة المشاهدين قناتكم الشارع العراق اليوم بعد الحراك المجتمع لثورة تشرين درجة الوعي صعدت عنده لدرجة أنه ما طالب بس بمحاسبة وزير الصحة أو إقالة لا لا طالب بتغيير الواقع الصحي ذكر كل الخروقات اللي جرت في وزارة الصحة ذكر حادثة حريق المستشفى الخدج في مستشفى اليرموك اللي جرت ذكر حادثة اختفاء دكتور علي فارس المهداوي في وزارة الصحة في 2006 ذكر كل ذلك أنه طالب ببعاد وزارة الصحة والواقع الصحي عن المحاصصة السياسية وسيطرة السياسية لبعض الكتل أما بخصوص الإجراء اللي قام به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعني هو إجراء جاء نتيجة للضغط الجماهيري لكن كان المفترض بي أن يطالب بإقالة الوزير لا أن يسحب يده فقط خصوصا أن إجراء سحب اليد هو لمدة 30 يوم ويعود الوزير لمزاولة عمله لكن هو ادعهد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء أنه خلال خمسة أيام رح تظهر نتائج التحقيق وتعرض للشعب العراقي فننتظر هذا الخمسة أيام ونرى لكن الشعب العراقي اليوم هاجت عنده جميع المواجع من الخروقات الموجودة بهذا النظام السياسي الذي تعلن على الغيش والترليل والخداع والتسويف في كافة القضايا طيب هي المشكلة مركبة يعني هناك كثير من البنية التحتية متهالكة في العراق ثلاثة عقود من المشاكل من الحروب وما شابه لكن المفترض كان إصلاح هذه العثرات الآن هناك يعني ميزانيات أكبر لا يوجد عقوبات وما شابه طيب عمر من الناحية التقنية إلى أي مدى يقرأها الشارع العراقي بأنه حادث يحصل كل مكان يعني وحصل في الهند حصل في كثير من الدول حصل أيضا وفيات بنسب أقل في مسألة نقص الأكسجين في الأردن أيضا لكن هنا حادث على شكل كبير هل يقرؤونه أنه حادث أم يقرؤونه أنه يعني إهمال متعمد يعني ردت فعل الشارع العراقي تجاه قراءة ما جرى خصوصا مع الميزانيات الضخمة المخصصة لوزارة الصحة قراءة أنه إهمال هي الحوادث تحدث بجميع الدول لكن إجراءات السلامة موجودة للأسف المستشفيات العراقية ما تحتوي على أي إجراءات سلامة لذلك أقل حادث يحدث تكون العواقب مالته وخيمة جدا وخطيرة فالشارع العراقي نظرها على أنه إهمال وتقصير حمل مسؤولية التقصير هذا لكل الوزراء اللي تعاقبوا على حكم وزارة الصحة وإدارته وللكتل اللي أتت بيهم يعني اليوم ثمت هجمة شرسة على كل كتلة إدارة وزارة الصحة من 2003 لحد هاي اللحظة يحملوهم المسؤولية ويطالبون بإقالة الوزير والوكلاء والمدراء وإبعاد الواقع الصحي عن المحاصصة السياسية واعتبروا هذا الموضوع إهمال من قبل وزارة الصحة بكوادرها الإدارية وبوزيرها طيب سيد عمر يعني تحرك رئيس الوزراء باتجاه حالة الوزير للتحقيق حالة جميع هؤلاء المسؤولين يعني منذ قبل لم نرى مثل هذه التحركات في حوادث مأساوية ربما تكون أكبر لكن هذه أكبر وضوحا وأكثر إنسانية فيها فيها بعد إنساني يعني بالنسبة للمستشفى كيف ممكن أن يعني يتلقفه الفرقاء السياسيين الآخرين كيف ممكن أن يتلقفه الشارع الذي كان غاضبا على وزير الصحة أيضا يعني تحركه إلى مدى كان يعني مستجيبا في هذا التوقيت يعني هو تحرك محاولة لامتصاص غضب الشارع العراقي يحاول يمتز غضبهم أما بخصوص الفرقاء السياسيين ردت فعلهم فردة الفعل هي استغلال للأسف يعني الفرقاء السياسيين يستغلون أي أزمة تحدث لأجل المناكفات السياسية والصراعات السياسية والمكاسب السياسية الإجراء هذا المنتظر عليه خمسة أيام باعتبار أن رئيس الوزراء قال نتاج التحقيق ستنهر بعد خمسة أيام مطلب الشارع هو الإقالة البرلمان العراقي يدعى لجلسة يوم غير لمناقشة هذه الواقعة الأليمة واقعة الحريق التي جرى في مستشفى ابن الخطيب يعني قالوا خمسة أيام لننتظر حتى نقول هذا الفعل إيجابي أو لا وهل هو يحدث لأول مرة أم لا لأن على صعيد الحكومات السابقة هم جرت لجان تحقيقية لكن ما كان يحدد بها موعد يعني كان يقولون حولنا الموضوع لجنة تحقيقية لكن ما يحدد وقت هذه اللجنة الآن رئيس الوزراء قال خلال خمسة أيام نحسم الموضوع فننتظر ونرى لكن المطلب هو ثابت عند الجماهير عند الشعب عبر الرأي العام عبر الاحتجاجات ثم التظاهرات سوف تخرج اليوم الساعة الثامنة يعني في جميع مناطق بغداد تعبيرا عن الاحتجاجات تعبيرا عن رفض هذا الأهمال اللي جرى في وزارة الصحة للترحم على الضحايا ننتظر خمسة أيام لقالة الوزير وإبعاد الواقع الصحي عن المناكفات السياسية هذا هو مطمح للشعب ننتظر وراء هل الرئيس الوزراء قادر على تحقيق هذه المطالب أو جزء منها على الأقل أو لا أشكرك من أربيل الناشط السياسي السيد عمر فاروق شكرا جزيلا لك